في كبد السماء قمر قد اكتمل وبقلب طنجة الغراء موطن العلماء والصلحاء وامتداد الحفاظ والفقهاء نحط الرحال لمطرسة عمر بن الخطى في هذا التوقيت من صحر رمضاني أبرك الساعة تشير إلى الثانية صباحا حان وقت للصيقات السلام عليكم يا الله أرضى عليكم يلا الحان ما أعد الإيقظ لي يلا يا الله أرضى عليكم في سكينة وثبات ونظام مبكرون في مغادرة الفراش سويعات قليلة من النوم كافية لأصغرهم سناً قبل أكبرهم لبداية يوم رمضاني جديد تلتقي فيه الأرواح المحبة للقرآن لتبدأ يوماً جديداً بالجد والاجتهاد لا يختلف عن غيره من الأيام إلا بالإكثار من العبادات والقيام بخطوات متسارعة وبعد الاستعداد بالتطهر والوضوء واللباس الموحد الأضلط يتجه الطلبة في انضباط والتزام من أجل تناول وجبة صحور جماعية اللهم بارق لنا في مارس اقصنا اللهم بارق لنا في مارس اقصنا وارسقنا خير المال بسم الله هذه من أوائل مدارس التعليم العتيق مدارس قرآنية بمدينة طنجة أثثها الشيخ سعالي تشيوى رحمة الله عليه بإمكانيات بسيطة جداً كانت في الأول تعتمد على عطايا المحسنين على هبات وعطايا المحسنين لكن فيما بعد يعني بتوفيق من الله عز وجل والرعاية الصامية لجلالة الملك واهتمام به بميدان التعليم العتيق بالمغرب احتضلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مدارس التعليم المغرب بداية من عز فين والفين وستان وفين وسبعة بالتالي بدأت توفر على الأقل ما يتعلق بالمناهج الدراسية الكتب الدراسية بعض الطاولات والكراسي وبعض الأثرة للإيواء بعد السحور وقبل الفجر هناك دائماً متسع من الوقت للمراجعة كل شيء بمقات وبعناية بالغة يخطون طريقاً خصهم الله تعالى بها دون غيرهم في حفظ كتاب الله عز وجل هنا المعمرة حماسة لا تنقطع رغم الإبكار ينكب طلبة المدارس على ألواحهم الخشبية مرتلين آيات الله بصوت جماعي خشوع يملأ أرجاء المكان وخيل للسامع أنه طني ننحل طريقة مغربية بحتة في حفظ القرآن حيث يجلس الشيخ الذي يتمتع بهيبة ووقار واحترام يوقف الطالب يصحح له الترتيب ويستمر الطالب في الاستظهار وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدى في لوح محفوظ كما العناية بالحفظ تكون العناية باللوح بعد استظهار الطالب لجزء محدد في الحفظ يأذن الفقيه للطالب بمسح ذلك الجزء وكتابة آخر يشرع الطالب في محو ذلك الجزء بالماء والصلصال ثم يتم تشففه فوق أوقذة النار بكتابة الجزء المويل أما الآن فحان وقت صلاة الفجر جماعة صفوف متراصة وشلابيب بيطاء اختلفت الأعمار وتوحدت على حب الواحد الجبار بين التعليم العتيق وصون السنة النبوية وبلورة الاجتهاد لم يخفط إشعاع مدارس التعليم العتيق بالمغرب رغم كل التطور الذي عرفته مناهج التعليم حسن إسلامي المرء تركه ما لا يعنيه هو حديث مقتضب مختصر قصير من حيث العبارات لكنه عميق من حيث الدلالة ظروف ربما قاسية في الابتعاد عن حضن الأسرة أول مرة جايبوني كان عقل في شهر تسعده جيد باش نحفظ القرآن باش نكون شي حاجة في مستقبل باش حالحفظت تيداني تمانية تمانية ديل أحسن شلو أصعب حاجة جيد سكيناي ماما شوفش الوالدين دي باش كي دوزلناي رمضان نزيل معابل ماما 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 كنم بلادين ومقد وجل في شكاين حالك أصفقة باش كتشوفها كن وقت جيد جماعة كنشي لاربح كنت توحش في الساعة ماما وقتك ماجي قد تسكي ذا عيكي هاؤرغروف عين التشوف كنت تعيش أخوتي الوالدين دي أصعب حاجة جا سكيناي جنيه صرفت لوالدين دي وو مقداتي صغير تصحى تشويوا كنت تكم في الدرق وفق وما بغير سكى نعز كنت تكم فيق ومنها يقولني جايس كي نساعة في الوقت كل شيء بالواقص تتغدى بالواقص تفطى بالواقص تتفيق بالواقص أي حاجة ودفعنا حاضق مستشار حيزة كنت فضر معنا كنت شاعر حب كنت لي جيت نارض مدرسة الأيام دلوالي جمنا إصعابين كنت كان أم أبا وأبا وأبا وزاف فأنوك جمنا أيام إصعابين بزاف ما كنتي من الثاني سيستيمت الماكلة كنت كان مفرق لعائلة دي علي وش حالة بقيت نهار مو نهار حتى تولفت أحسن حاجة عايز بطني في مؤسسة هي رمضان رمضنا في هذه المؤسسة أنا كنت في واحدة مؤسسة أخرى مم كنت أيام توأمت في رقب يوم اللي جيت نار المؤسسة هذي جاني الأمر سهل بزا بمشي سهل كل إيمان إن شاء الله في مدينة مضوار هذو الأولاد ديالي آدم إبراهيم ويوسف إحنا جينا من نرويج الأم ديالهم نرويجية أختار لنا باش نجيوا للمغرب باش يتعلمون القرآن وحفظ القرآن وتعلموا اللغة العربية بحكم إحنا يعني كنهتم بكتاب الله فأختار لنا باش نجيوا لهذه المدراسة هذي اسمعنا عليها بأنها مدراسة جيدة في حفظ القرآن وعلم الدين زائد العلم التجربية الأخرى جينا استقرنا في طنجة والأولاد الحمد لله ماشين بزيان الله مبارك يعني هو كان حفظ شوية القرآن قبل لكن الآن الطريقة اللوح والطريقة التقليدية يعني هي الطريقة اللي كيترسخ فيها الحفظ في الأذهان في المشحر حفظ هذا؟ مشحر حفظ سعود الثلاثين ماشاء الله مبارك يوسف 11 إبراهيم 17 ماشاء الله مبارك الهدف دي أنا أنا ميحفظوا كهتاب الله ويطبقوه وينشروه وينشروا الإسلام ومشاء الله يرجعوا للدولة دي لهم الأخرى إسكندناريا وينشروا الإسلام بعد يوم حافل من الكد والجد والعبادة والاجتهاد حال الآن وقت الإفطار ماشاء الله مبارك أطفال وشبال من مختلف المناطق اختلفت وضعياتهم الاجتماعية وتوحدوا على حلم حامل كتاب الله حس وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسزه نار نور على نور يهدي الله لنور من يشاء ويدرب الله لامثال للناس والله بكل شيء عليم سيدق الله نظيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة